ما فيه شك إن مصر بتعاني خلال الفترة الأخيرة من أزمة نقص النقد الأجنبي اللي أثرت بقى على كافة القطاعات الاقتصادية وقدت كمان لارتفاع جير مسبوك للأسعار خاصة بقى بعد وقف الاستراد وتكدس البضايع في الموانئ المصرية بسبب نقص الدولار وانتعاش كمان السوق السوداء وطبعاً الحكومة بدأت في تحرقات عجلة لتيسير الإفراج على الوردات وكمان تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين بهدف تقليل تكاليف السلع على المواطنين طيب إزاي قدرت تعمل ده وهل هتنجح في حل الأزمة؟ ده اللي هنوضحه لحضراتكم بالفيديو ده فخليكم معنا من المتوقع أن مصر هتستلم أول شريحة من قرض صندوق النادي الدولي خلال الشهر الجاري وده هيكون فور صدور الموافقة النهائية لصندوق النادي الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر واللي هتكون بقيمة 750 مليون دولار من إجمال التمويل المخصص مباشرة منه لمصر وفقاً كمان لتأدير المصادر مصر محتاجة حوالي 6 مليار دولار لحل أزمة نقص البضايع المكدسة في الموانئ المصرية واللي وقفة حال تجار كتير جداً ومؤثرة كمان على الأسواق المحلية طيب إيه بداية أزمة نقص الدولار؟ هقول لك يا سيدي في سنة 2016 كان البنك المركز المصري بيعتمد على طرح عطاءات دولارية بشكل دوري كل أسبوع لمواجهة أزمة نقص الدولار لكن رجع ووقف الألية دي خلال شهر نوفمبر من نفس السنة وده علشان تم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي من يومها اتجددت أزمة قوام انتظار البنوك مع المستوردين علشان يحصلوا على الدولار لتمويل عمليات الاستراد ده طبعاً مع تجديد أزمة نقص الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية نتيجة أزمة نقص الدولار في السوق الرسمي اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الفترة الماضية وصل كمان سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام غير مسبوقة تروحت ما بين 33 ل36 جنيه في أكتوبر الماضي قرر البنك المركز المصري رفع بعض القيود على عمليات الاستراد وكمان رفع حد المعاملات بمستنادات التحصيل من 5000 دولار ل500 ألف دولار كان الهدف من الخطوة دي إلغاء قرار الاعتمادات المستندية خلال شهر ديسمبر الجاري لكن زيادة الطلب على الدولار أدت لتأجيل القرار وكمان اقتصار الاستراد على الاعتمادات المستندية لمدة شهرين كمان طيب هل القرد هيحل الأزمة خلاص؟ من المفترض أن البنك المركزي بيعتزم ضخ كمية من الدولارات في السوق وده عبر آلية الانتربانك بالتزامن مع حصول مصر على أول شريحة من حزمة التمويل المتفق عليها مع صندوق الناد الدولي واللي طبعا متوقع يساهم في الإفراج عن البضايع المستوردة والمكدسة كمان في الموانئ المصرية بسبب نقص العملة وتقليل كمان قوائم طلبات الانتظار في البنوك دلواه دي بقى قولوا لنا رأيكم في جهود الحكومة لحل أزمة نقص الدولار في السوق المصري موسيقى اشتركوا في القناة